بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للسنة الثالثة الثانوية للمسارات التخصصية بمشيئة الله في درسنا لهذا اليوم سنستكمل إثراءات الفصل الخامس في هذا الفصل تحدثنا عن المرايا وتناولنا المرايا بالدراسة وذكرنا أنه لدينا ثلاث أنواع من المرايا أحسنت المرايا المستوية والمرايا المقعرة والمرايا المحدبة في المرايا المستوية المرآة المستوية كانت عبارة عن ماذا عزيز الطالب نعم أحسنت كانت عبارة عن سطح أملس مسقول يحدث انعكاس في المرايا المستوية ما أنواع الانعكاس نعم أحسنت انعكاس منتظم وانعكاس غير منتظم يحدث على الأسطح الخشنة إذن أنواع الإنعكاس، إنعكاس منتظم وإنعكاس غير منتظم ما الفرق بين نوعي الإنعكاس؟ نعم أحسنت عزيز الطالب في الإنعكاس المنتظم تسقط الأشعة متوازية وتنعكس متوازية أما في الإنعكاس غير المنتظم تسقط الأشعة متوازية وتنعكس غير متوازية بعد ذلك تناولنا قانوني الإنعكاس بالدراسة وقلنا بأنه أحسنت علاقة زاوية السقوط بزاوية الانعكاس متساويتان إذن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس أيضا الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام عند نقطة السقوط جميعها تقع في نقطة واحدة أيضا تعرفنا على مفهوم الجسم بأنه ماذا أحسنت بأنه عبارة عن مصدر الأشعة الضوئية التي ستعكس عن سطح مرآة يمكن أن يكون الجسم مصدر مضيء أو مصدر مستضيء مثل الإنسان حينما يكون لدي مرآة مستوية بعد الجسم ما علاقته ببعد الصورة نعم أحسنت إذن بعد الجسم يساوي بعد الصورة طول الجسم ما علاقته أيضا بطول الصورة نعم أحسنت عزيز الطالب طول الجسم مساوي لطول الصورة دائما في المرآة المستوية تتكون لصورة خيالية ومعتدلة ومعكوسة جانبيا إذن صفات الصورة في المرآة المستوية خيالية ومعتدلة ومعكوسة جانبيا بإذن نستطيع حساب بعد الجسم DI تساوي سالب DO HI تساوي HO بعد ذلك انتقلنا إلى دراسة المرآة المقعرة وقلنا بأن المرآة المقعرة عبارة عن ماذا؟ سطح عاكس حوافه منحنية نحو المشاهد إذن هي سطح عاكس حوافه منحنية نحو المشاهد درسنا مصطلحات مهمة جدا خاصة بالمرايا المقعرة حينما رسمنا المرآة المقعرة بهذا الشكل قلنا النقطة هنا عبارة عن C مركز التكور وهي مركز تكور الكرة التي اقتطعت منها المرآة نقطة M قطب المرآة هي النقطة التي تقع في منتصف سطح المرآة الخط المستقيم المتعامد هذا الخط المستقيم المتعامد مع سطح المرآة أطلقنا عليه مسمى المحور الرئيس أيضا النقطة التي تتجمع هذه النقطة التي تتجمع فيها انعكاسات الأشعة الموازية أطلقنا عليها مسمى البؤرة المسافة ما بين القطب والبؤرة سميناها بالبعد البؤري أطلقنا عليها مسمى البعد البؤري وكان نصف القطر R أو C هو عبارة عن ضعفي البعد البؤري حينما تناولنا الأشعة التي تسقط على المرآة المستوية ذكرنا بأنه هناك شعاعين جدا مهمين الشعاع الأول يسقط موازي للمحور يصطدم بسطح المرآة ماذا يحدث له؟ نعم أحسنت ينعكس مارا في البؤرة الشعاع الثاني عزيز الطالب يسقط ويصطدم بسطح المرآة ماذا يحدث له؟ أحسنت إذن يسقط مارا في البؤرة ينعكس موازي للمحور الرئيسي إذن الأشعة التي نأخذها بعين الاعتبار الشعاع الأول يسقط موازي للمحور ينعكس مارا في البؤرة الشعاع الثاني يسقط مارا في البؤرة وينعكس موازي للمحور مكان التقاء هذين الشعاعين تتكون لدينا الصورة ويكون نوعها حقيقية درسنا بعد ذلك حالات تكون الصور في المرايا المقعرة إذا كان الجسم في المالة نهاية نلاحظ أن الصورة تكونت في البؤرة اجتمعت في البؤرة كانت حقيقية ومقلوبة وأصغر ما يمكن أما إذا كان الجسم خلف مركز التكور تتكون بين مركز التكور والبؤرة أما إذا كان الجسم على مركز التكور تتكون أيضا الصورة على مركز التكور وتكون حقيقية ومساوية لنفس طول الجسم إذا كان الجسم بين مركز التكور والبؤرة تكون الصورة خلف مركز التكور بعد ذلك درسنا الصورة الخيالية في المرآة المقعرة إذا اقترب الجسم أكثر فأكثر نحو المرآة وكان الجسم بين البؤرة وقطب المرآة بين M و F سنجد أن الصورة تتكوم في الجانب الآخر تكون عبارة عن صورة خيالية أو وهمية ومكبرة ومعتدلة إذن تكون خيالية ومكبرة ومعتدلة تطرقنا إلى كيفية حساب البعد البؤري وبعد الصورة وبعد الجسم عن طريق معادلة المرآة بأن مقلوب البعد البؤري يساوي مقلوب بعد الجسم مضافا إليه مقلوب بعد الصورة البعد البؤري دائما موجب في المرآة المقعرة وسالب في المرآة المحدبة لاحظنا أيضا عزيز الطالب أنه في بعض الحالات تتكون صورة مشوشة والسبب ماذا؟ أحسنت بسبب وجود عيب في المرآة الكروية إذن تتكون صورة مشوشة بسبب وجود عيب في المرآة لا يسمح للأشعة المتوازية أن تتجمع في البؤرة كيف هذا العيب؟ أطلقنا عليه مسمى ماذا؟ أحسنت أطلقنا عليه مسمى الزوغان الكروي أطلقنا عليه مسمى الزوغان الكروي كيف من الممكن أن نعالج الزوغان الكروي؟ بتقليل نسبة ارتفاع المرآة إلى نصف قطر تكورها إذن نقلل ارتفاع المرآة إلى نصف قطر تكورها بمعنى أن قوة الإنحناء نقللها قوة إنحناء سطح المرآة نقللها بعد ذلك تدرسنا المرايا المحدبة المرآة المحدبة كانت عبارة عن ماذا عزيز الطالب؟ نعم أحسنت كانت عبارة عن سطح عاكس حوافه منحنية بعيدا عن المشاهد صفات الصورة واحدة دائما في المرايا المحدبة اذكر لي صفات الصورة نعم خيالية ومصغرة ومعتدلة ما هي أكثر الاستخدامات شيوعا للمرآة المحدبة؟ نعم أحسنت كانت تستخدم في جوانب السيارات للرؤية الخلفية لماذا؟ علل لماذا تستخدم المرايا المحدبة على جوانب السيارات للرؤية الخلفية؟ نعم أحسنت لأنها تعمل على توسيع مجال الرؤية للسائق إذن ننتقل لمجموعة من الأسئلة السؤال يقول اكتب صواب أمام كل عبارة مما يلي زاوية السقوط أقل من زاوية الانعكاس نعم خطأ دائما تساوي زاوية الانعكاس الأشعة التي تسقط موازية للمحور الرئيسي للمرآة الكروية المحدبة تتلاقى في البؤرة نعم أحسنت ليست المرآة المحدبة ولكنها المرايا المقعرة يعرف التكبير بأنه طول الصورة مقسوما على طول الجسم إجابة صحيحة تستخدم مرايا القطع المكافئ غالبا في التليسكوب إجابة صحيحة تكون المرآة المقعرة الواحدة صورة خيالية مقلوبة عندما يوضع الجسم على بعد أقل من البعد البؤري نعم الصورة تكون صورة معتدلة تكون المرايا المحدبة صورة مصغرة مما يجعل هذه الصور تبدو بعيدة نعم أحسنت إجابة صائبة اختر الإجابة الصحيحة البعد البؤري للمرآة الكروية يساوي ماذا؟ نصف قطر التكور أو مثلي قطر التكور ربع قطر التكور أحسنت إذن البعد البؤري هنا F هنا C هذا نصف القطر هنا البعد البؤري نصف نصف القطر عبارة عن ربع قطر التكور عندما تتكون صورة حقيقية فإن أشعة الضوء تبدو متباعدة خلف المرآة أو تلتقي في الصورة أو لا يمكن أن تسقط الصورة على حاجز أو دائما الصورة معتدلة نعم أحسنت إذن أشعة الضوء تلتقي في الصورة إذا كان موقع الجسم بين المرآة المقعرة والبؤرة إذن موقع الجسم الآن بين المرآة والبؤرة ستتكون صورة ما صفاتها نعم أحسنت إذن ستتكون صورة خيالية ومكبرة ذكرنا بأن الجسم اقترب كثيرا من المرآة إذن الصورة ستكون مكبرة ووهمية أو خيالية أي سطوح الأجسام التالية ينتج عنه انعكاس منتظم الورقة البيضاء أو مرآة التليسكوب أو قطعة القماش أو رصيف الطريق نعم أحسنت مرآة التليسكوب إذن مرآة التليسكوب سينتج عنها انعكاس منتظم أيضا أكتب صواب أمام العبارات التالية البعد البؤري للمرآة المحدبة سالب نعم إجابة صحيحة تتلاقى الأشعة المنعكسة عن المرآة المحدبة دائما في المرآة المحدبة هل تتلاقى الأشعة؟ نعم تتشتت إذن تتشتت تشتت المرايا المحدبة الضوء المنعكس عنها مدى واسعا من المشاهدات نعم كما ذكرنا إجابة صحيحة لأن المرآة المحدبة تعطي فرصة للمشاهدة على مساحة كبيرة تكون المرايا المحدبة صورا حقيقية نعم نوع الصور في المرايا المحدبة نوع واحد خيالية أو وهمية عندما يكون التكبير سالب تكون الصورة معتدلة إذن التكبير سالب هل الصورة معتدلة؟ نعم إذن تكون الصورة مقلوبة إن الصور التي تكونها المرايا المحدبة دائما مكبرة مقارنة بحجم الأجسام إذن الصور التي تكونها المرايا المحدبة دائما هل هي مكبرة؟ في جوانب السيارة مصغرة إذن تكون مصغرة السؤال الذي يليه إذا كانت زاوية السقوط في الرسم 30 فما زاوية الإنعكاس؟ أحسنت متساويتين إذن على طول زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس عبارة عن 30 سقط شعاع ضوئي على سطح مرآة هذا سطح المرآة هنا العمود سقط شعاع ضوئي على سطح مرآة بزاوية 47 مع سطحها إذن الزاوية 47 بين الشعاع والسطح فما الزاوية التي ينعكس بها الشعاع إذن المطلوب مني الآن إيجاد زاوية الإنعكاس كما نعلم من القانون زاوية الإنعكاس تساوي زاوية السقوط أوجد زاوية السقوط 90 ناقص 47 تكون 43 إذن زاوية السقوط وزاوية الإنعكاس 43 درجة تقف إمرأة طولها 1.5 متر على بعد 2.5 متر من سطح مرآة مستوية فأين تتكون صورة لها وما طولها؟ إذن طولها أيضا سيكون 1.5 أمام مرآة مستوية هل ستتغير صفات الصورة أو طول الصورة؟ لن تتغير طول الصورة أيضا ستقع على بعد 2.5 متر أيضا ستكون في الجهة المقابلة على بعد 2.5 متر ما نوع الصورة التي تكونها المرايا المحدبة؟ ولماذا؟ وما مزايا المرايا المحدبة؟ ذكرنا قبل قليل أن المرآة المحدبة تكون صورة خيالية لماذا؟ لأن الأشعة ماذا يحدث لها؟ أحسنت لأن الأشعة المنعكسة تتشتت ومن مميزات المرايا المحدبة أنها توسع مجال الرؤية لماذا البعد البؤري سالب؟ لماذا البعد البؤري للمرآة المحدبة سالب؟ أحسنت عزيز الطالب لأنه يقع خلف المرآة لأنه يقع خلف المرآة وبهكذا نكون وصلنا إلى ختام إثراءاتنا لهذا الفصل ودمتم بخير مع تمنياتي لكم بمزيد من التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر